المصد كما على بلاد الثورة والكرامة بلادي عشتي تيمة شبعة شاتيمة وقيت بش نقولوا فيها كلمة كذاب كذاب كان ما نقولش يا تونس نحبك ونموت عليك فريتنا نكرهها التونس ونسبوها ودرشنو ودرشنو وكذا وفيتنا بقى ونحبوها يكذب عليك انتي انتي اللي تفرش فيها وتكذبك تحب تونس رغم عن أنفك غدوة لكيب ناسيونال تلعب طوى تقوم تعيط وتسيح وتونس ودرشنو انا مفكرك واحد واحد كونتر لونجليتير تونس كل تقلبي توليت وطنية وكذا خطر مزروعة من داخل خطر مزروعة من داخل خطر مزروعة من داخل كابوس صحيح وكابوس هذا تحول الهيستيريا هيستيريا أصناف الشعب بكلها نحكي على طبقة اللي يزويولها شوية بصغارها بكبارها بنساها برجالها الناس كل تحب تحرق او لا انا بالعكس انا عكس الناس الكل بطبيعة ضد الهجرة انا حتى في كلمي وحتى سمحني انا حتى كمشي قدم روحي حمزة عامري انترونور مدرب كورت قدم ريني في الملعب التونسي وفنان نكتب اغناء نكتب اسلام ونقرأ مسرح في دار ثقافة بنخل دون هوني حتى ككتبت في كلمي قلت زيد زيد قطع البحور الهجر مع ديفيد واذا تصعب الامور في الغربة تصير وحيد اسأل عليها مجرب الغربة ما تسواش في بلاد الغير تتغرب وتصير وحيد ما تلقهاش شكون اللي فيها سعيد زيد قطع البحور الهجر مع ديفيد هذي اغناء على الغربة ونعطيك قبس مثال حتى نتخنى شوية في الفن نبيل لوحيشي اللي يغنى على الغربة ويحب يحرق وكذا وكذا ويا روما بعد عاود ارجع وقال شنية الهستيريا اللي صابتنا والحرقة ما تسويش ودرشناه اكيد ما تسويش والعقلية هذي يلزمنا ان نبدلوها عقلية الحرقة بالوعي هاي ماشي نحرق هاي ونبعد خي انتي سامحني ماشي لإيطاليا بش ترقى بيرلسكوني بش يعطيك بنتو غادي بش تمشي تسوفري وبش تمشي تعاني غادي وبش تعيش الميردة وتعيش لسوفرانس خي بش تلقى عباد ترحب بيك غادي وانا نشوفه في الأمثلة لانو شوف العباد كيفيش هي الفكرة متاع الحرق اه شوفوا التحونتو هاو حرق هاو ماشي ماشي يجيب فلوس حالة على مية حالة انا عنا حرقة في الحومة حتى انا نسكم في ود الليل عنا حرقة في الحومة خرجة 2010 فيها اكثر من 120 واحد من الحوم صدقني ايه ومنزيدش عليك رجعوا منها زوز زوز اللي ساباوا في سريهم ومعرسين وكذا ولبس عليهم معناه البقية اللي كلها البحر والحوت اللي في الحبس اللي يريسكي غادي اللي يتوفق غادي اللي يهبل ولي 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 دونك شوف روى على مية حالة تلقى حالة انتي معناها روى حكا وهاني ولابس عليه بش بش تاخذوا قدوة روزيد انا شوفها من معناه من منظوري يخدم في بلادك يا اخويا انتي تقول والله ما نتظلش انا ودرا شنوه ايه يخدم في بلادك انتي اتظل في بلادك وانا سمحني روى مالجورم تعلم نحكي على روحي من العبيدي اللي ما نعيفش انا لانه شبيبتها في تونس يقول لك ليه انا نستعار بالخدمة ذيك وبذيك تتشوف لي الطفلة الفلانية اللي نعجبها ولا اللي تعجبني ولا كذا لا انا مانيش عاييف ويلزمنا الكلنا ما نعفوش وبلايه على فكرة توا خطر في برنامجكم تعديت لزمنا نبرتاجيه وراو الحاجات الإيجابية تعديوا معاكم مش كونت هيك الماس اللي قال نخرج وكله ونزرعها بطيخ ودرشنو تشتت يزيب لي مساتم مرمزك من بطيخ ليش كونخليوه احنا البلاد والاخر قال له اخر واحد يخرج من البلاد يساكر باب الماتار وراه مست وتبعث في ميساج سلبي لانك سلبي والاعباد هذية السلبية هي اللي يحطمت البلاد يشان يخدمون ناس كل تقول لي انا ملقيتش خدمة ومعدم مادرة اشنا هو ايخويا طالبة بحقك ايش يا اخويا طالبة بحقك باي طريقة سلمية ما هي السلمية قانونية مش قانونية طالبة بحقك في البلاد ما تخلي لهمش البلاد يا اخي ما تخليش البلاد يجي نخدمها هنا وانتي وكذي 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 وبلاي مساج للحكومة ومساج للسلطة الي شادة يطلعوا شباب امان شوي تزيو تفدينا من وجوهكم انتي يلي في عمر بابا وفي عمر امي وكذي يعطيكم الصحة على ريوسنا وعينينا اخوذ تقاعد وصيب خلي الشباب يخت خليونا نجنجلو تيسايبونا في المجالات اللي تحبها الكل في الرياضة في الثقافة في الاقتصاد فيش تحب انتي عنا شباب يجنجل وعنا عباد كومبيتون قادرين يوصل واضح يجزم اليوم يعطيوه للشباب فرصو اليوم الشباب نعرفوه البعيد على الساحة السياسية بعيد حتى على الساحة الرياضية نجمو نقولو غيرها من المجالات اليوم مستبعدين يعني الشباب ممكن الشي هذا يخلي شبابنا يفكر في الهجر اي صحيح يخلي يفكر في الهجر شوف على فكرة رو انا ضد ولكن رو للامانة معناها ثم عباد في حالات اجتماعية صعيبة برشة حتى المخ سايم عاش عنده مخ انا تونس يقولك متاعي اي تقولي انت الوضع السياسي اي كرهنا في البلاد اي راوريتنا نكرهها تونس ونسبوها ودرشنو ودرشنو وكذا مفيتنا بقى ونحبوها يكذب عليك تكذب انت انت اللي تفرش فيها راو تكذب راك تحب تونس رغم عن انفك غدوة يكيب ناسيونال تلعب طوى تقوم تعيط وتسيح وتونس ودرشنو انا مفاكرك واحد واحد كونتر لونجليتير تونس تقولي اللي تقالبت وليت وطنية وكذا خطر مزروعة من داخل غدوة يتمس واحد اخر انا يتمس في بلاد معارش بعيدة ولا كذا تقول كلها تضربوا عليه واذاكا تونسي واذاكا تونسي ونحب وتونس ونحب ودرب وتونس شو؟ انا بللي ننقط البلاد وبللي نسبها وبللي كذا راني نبقى نحب البلاد ونبقى نحب تونس ونعطيك اكزامبل انا واضح انا كتبت على البلاد اكتبت على محب تونس بحكم كيف ما قلت لك نعمل شوية اي نعمل اسلام لو كان تسمح نسمعك شوية نقول اول ما نبدأ بكلامي على بلادي اللي تسميت بلاد الهم والغم تعرفت بدسان السم وتشهرت بالغرايب اللي فيها تتلم بلادي حزينة رهينة وفي المغرب العربي خذيت تركينة ملايزينة يزينة ملقى تامة على بلاد الثورة والكرامة بلادي عاشتي تيمة شبعة شاتيمة وقيت باش نقولوا فيها كلمة كذاب كذاب كان ما نقولش يا تونس نحبك ونموت عليك ومن نجمش نعيش بلا بيك زايد وكرك وكرك واصلك يرجع عليك حبك مزيانة فنانة ومرتاحة معروفة بناس الخير والافلاحة ومشهورة بالزين والدفاء والسياحة بلاد الاشبال والطبيعة والشط والواحة بلاد المرحوم الرياحي وفاطمة بوساحة بلاد الجمودي والملولي اللي مايعرفوا راحة بلاد الشيبي وابن خلدون نور الساحة يا خنسيتو اللي احنا اول عبادة عملنا الثورة وجبنا الحرية ديموس كراتوس وجسدنا شوية ديمقراطية بدلنا العيشة وعملنا تاريخي اللي صعب على نسنا الزمنية مش بلادي الخايبة اسيدها خايبين وبكي على العقلية تخلف وانتهازية سلطة وظلم واستغلالية اما تهنى الحمرة والبيضة تبقى تعز علي نموت ونعرف نموت ونعرف شنو الفرق بين جي جي آل اللي سبوا لبلاد وبوا العمل وبين السبوع اللي ضحكنا بشوف لي حل وبين محمد الاوسط للنازة وصل وبين ارهابي يجيب لبلاده الذل ملا غريبة غريبة في اللي يخليها وسفر لبلاد الغربة غريبة في موظف مسيب البير ولا وجعل هربة غريبة في فليحة هجر ارض وخليها صلبة غريبة في مسؤولة حيل وضرب ضربة غريبة في مستثمر سايدته الغلبة غريبة في خبازي طيب ويبيع بالهلبة غريبة في اللي عنده صنع ومادي ديدين الطلبة غريبة في اللي يخدم العباد ويخلي داره خربة غريبة غريبة الساعة محليها بلادي بخيراتها من تفاح سبيبه الرفرف بلاد العنبه قوية بأثارها صنهجه والجم وقتيكه وتبلبه وخلينا منتفرهيده في توزر وبحرب نزارة وصوصه وجربه باهية بفلاحتها في تيلة وبوزيد وشبيكة وتبربة محليها بلادي من غير نفاق ونميمة وقلبة نحبك يا تونس حتى كان رقدنا عندك رأس وذنبه بلادي القلبي قريبة بلادي في مرضي تبيبة بلادي الفرش في المصيبة بلادي الاحبار وانا الاكتيبة انا الطفل وبلدي يومي لحبيبة بلادي العرب ونتشرف بالعريبة نفنى ونحب ونموت على تونس رغم العيشة الصعيبة بلادنا باهية اما عبيدة هما اللي صنعوا فيها الخيبة قتلكشي تونس الغريبة باش نكمل حتى بكيما قفلت اسلام بلادنا باهية راو وعبيدة يحبوا واللي يشدين البلاد يحبوا يكرهونها فيها منش نكرهها ونقول لك حاجة حكينا توه على الهجرة انا راني كن بودي معناها اذا نلقى فرصة اوكي نهاجر اخويا بيش تهاجر بهريقاتك معزز مكرم باش تمشي بكونتراك اذيك اطهبط مرة اثنين في العام اتكون في ظرف خمسة ستة سنين يعلى راسي وعيني مرحبا بيك حتى مدو فيز جيب دو فيز التونس واضح اما رو تمشي تعيش المذلة وتعيش الميردة في بلاد القاوري تي غادي تي احنى تي احنى توينسة غادي تي انا احكيلك غادي احنى توينسة ملقينيش الخير في بعضنا تي غادي ايجا ودرشنوك وعندي عمي وعندي كله كذب ما تلقى حد غادي اللي عايش تحت قنترا واللي اسمعني اي نحكي في اشتر الكاس الفرغ خاتر راو كيف ما قتلك حالة على مية حالة ترجع معناها ترجع في سريها ولباس هو راو يقول عليش هذا ضد الحرقة وكونتر السيستيم الكل وكذا ليه انا مندوري معناها كمؤثر وكمدرب ما يعني نقطر في عشرات الشباب ما نجامش انا عادي مساج نيغاتيف ونكره في صغاري في البلاد يلزمني انا وانتي وغيرنا يلزمنا نحبوا في الجيل اللي جاي نحبوهم في البلاد بش اننا نطلعوا ونقيموا بدولة كبيرة ان شاء الله تونس اسم على مسامة